مرحبا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حكي السياسي يوم عن يوم عم بتزيد حماوة المعرك الانتخابية وعم بيزيد شد العصب والتجيش الطائفة والخطاب المذهب من قبل أحزاب المنظوم الحاكمة المتحالفة كلها مع بعضها بوجه السعيين للتغيير كان ملفت كلام رئيس الجمهورية أنه مرح يترك موقعه إلا لما يكشف عن كل فاسد بالبلد كل فاسد وطياره متحالف مع مين وصفهم برأس الفساد على خط نفسه يبدو أن العلاقات الخليجية اللبنانية عم تسلك السكة الصحيحة بظل الحديث عن قرب عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت عشية الانتخابات النيابية والتخبط الحاصل بالسحة السنية والتطورات الإقليمية كمان بالمنطقة على وقع تخبط بملف الكابت الكنترول بواصل وفد صندوق النقد الدولي جاولته على المسؤولين مجددا شروطه الجديدة القديمة بتنفيذ الإصلاحات كمدخل لتوقيع أي تفاهم ممكن كل هذه الملفات وغيرها مواضيع كثيرة سننقشها مع ضيفة في الستوديو رئيس تحرير صحيفة الليواء الأستاذ صلاح السليم أهلا وسهلا فيك أستاذ أهلا أنت صباح وخير يصوت صباح حكي يعني بداية حديث الساعة موضوع الانتخابات ستجرى الانتخابات هل سيتم تأجيل الانتخابات؟ رغم كل التأكيدات من كل العالم سيكون هناك انتخابات المنظومة الحقمية عم طول فيه انتخابات وتعهدوا بأنه حيجر انتخابات فيه موعدة وما فيه مناسبة بمرؤوها إلا بقولوا نحن الانتخابات بوقتها ولكن الناس مش مصدق اللبنانيين ما مصدقين حيكونوا فيه انتخابات بخمس ساعة الشارع بتشوف ما فيه أجواء انتخابات في البلا الناس عايشي بطريقة أنه عم يصرفوا وكأنه ما فيه انتخابات بعض المسؤولين بالحكومة عم يتصرفوا كأنه الانتخابات مش حاصل العالم عم تصدي ليه؟ لأنه ما بتصدي هذه الطبقة ولا لأنه الوضع الاجتماعي الاقتصادي وكل يلي عايشين نحن فيه ما ممكن يصير فيه انتخابات؟ أولا ما فيه سئة بهذه المنظومة الحاكمة بكل ما تقوله سواء بالانتخابات أو بغير الانتخابات صررون سنتين بيوعدونا بالكهرباء وعم نشوفوا الكهرباء كلميرا تسليجيه لأسوأ وصلت إلى مرحلة حتى من الكيل الكامل يعني وبالتالي اليوم الناس شو بدأ تصدي من أهل الحكوم؟ ياريت سنتين كهرباء؟ لا عم نقول يعني شو بدأ تصدي بالنتيجة؟ فالناس ما مصدقة لأنه ما فيه سئة أساسا بالمنظومة الحاكمة والتانية الوضع الاقتصادي بالبلد يعني الانتخابات صارت نوع من طرف بالنسبة لكتير ناس إنه أنا بدي رغيفي بدي تنكة البنزين بدي اوصل على الشغل اللي بيأكل كلفة ممكنة أنا ما عاشي اليوم خمسة عشر شهر بعشر شهر بيتبخر مبعد في شي كي بدأيش بقيت عشرين يوم وهكذا خلينا نطرح السيناريوين يعني ممكن يصيره ماذا لو حدست الانتخابات؟ ماذا بعد الانتخابات؟ شو هو شكل المجلس النيابي اللي رح يوصل؟ وماذا لو لم تحصل الانتخابات؟ فوضى؟ تغيير نظام؟ شو رح يصير؟ رح يصير في انتخاب رئي الجمهورية؟ رح يلحقوا عدم انتخاب رئي الجمهورية؟ شو رح يصير بالبلد؟ أولا بالنسبة للانتخابات أنا مني متوقع أنت النتائجة تحدث التغيير المطلوب أو المنشوط أو اللي الناس معنا أمال عليه لأنه الواقع الأمر عم بيبين أنه كل قوى التغيير للأسف مشرزمة متفرقة متصارعة فيما بينها في حين أنه الفريق الآخر فريق المنظومة السياسية متماسك بعضمه بعضم سنينه ممسك بالزمامة لأمور وبالوضع الدوائر الانتخابية خاصة في ظل هذا القانون اللي أعطى هذه المنظومة فرصة أنه تجدد لنفسها كل أربع سنوات يعني اليوم إذا حصلت الانتخابات يكون هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة عم تاخد شرعية جديدة لمدة أربع سنوات وبتقول لكل الناس بالداخل والخارج أنه هاي نتائج الانتخابات تفضلوا عم تدعي لمؤاطعة الانتخابات؟ أنا عم بدأي إلى تأجيل الانتخابات يعني هذه نقطة كثير أساسية ومركزية ليه؟ لأنه قوة تغييرية ليست جاهزة للانتخابات بالقدر الكافي واحد اثنين الوضع الصني في البلد ليست جاهزة يعني أستاذ صلاح أول من يدعو إلى تأجيل الانتخابات؟ للأسف أنه رايحين إحنا بالشعارات أنه هذه المنسبة الديمقراطية ما لازم أن نفوتها وما لازم نلعب فيها وما لازم نأجلها أنا عم بسمع اليوم من ديبلوماسيين أجانب أنه إذا فيما جاء تتأجل الانتخابات كان أفضل ونحن تحمسنا أكثر من اللازم بالدفع باتجاه إجراء الانتخابات بوضعها لأنه شايفين أنه نتائجها شبه معروف في سلفان الأكسرية ستبقى للأسف بما هي عليه اليوم مع جماعة الممانعة حزب الله وحلفائه في حين أن القوة السيادية ستبقى بحجمها الحالي بدون الأكسرية سيدة الكلام بعتذر على التعبير مش معيب بحق الشعب اللبناني وبحق الديمقراطية باللبنان أنه معقول إذا عجبتنا نتيجة الانتخابات مسبقاً منعملها إذا مش عجبتنا ندعي لتأجيلها نحن عم نقول اليوم بدنا ننقذ البلد كيف يتم إذا خيار الناس هيك لا خيار الناس مش هيك الناس بكرة حننذكر بعضنا سيكون هناك أقل نصبة ممكنة من المشاركة في الانتخابات إذا بقيت الأمور علمية عليه اليوم اليوم ما في حماس عند الناس للمشاركة في الانتخابات لأنه أولاً الظروف الاقتصادية الظروف المعاشية الضغوط اللي عم يتعرض له اللبناني يومياً بلقم تعيشه بقصة التلميذ واليده بأجار بيته بتنكة البنزين صحيح عيدها كله ضغوط يومي عم يتعرض له بالصفة قصة الانتخابات وشايف أنه كيف قوة تغيير مش هارزمي بهذا الشكل عشو بدي راهن بدي ينزل انتخب مين ما هي كلها يعني اليوم نحنا كان أملنا أنه كوة 17-20 تكون متحدي فيما بينها أكتر منصقة على الأقل فيما بينها أكتر ويكون لوائحة شبه موحدة مش كل واحد بكل دائرة في عنا لاحة ثانية ثلاثة لكوة 17-20 كيف لا توزع الأصوات كيف يمكن أن تحدث التغيير المنشور إذن نحنا اليوم إذا نزلنا عن الانتخابات في الزل هذا التشرزم لكوة السيادية شو بكون نتجتها؟ يعني هايدي مثل ما بقولوا غلطة الشاطر بألف يا هن شطار وغلطتهم بألف يا منون شطار هايدي واضحة صاروا هن بيتحملوا المجموعات السورية بس ناس عم تدفع التمن بالنتج بما قالك يوم أمس باللواء بتقول بعد الخلل السني الانتخابات غير ميثاقية ما هو مفهوم الميثاقية بمفهومك أستاذ صلاح؟ مفهوم الميثاقية كما أصبح متداولا في الأوسط السياسي إنه إذا كان مكون أساسي غير موجود في القرار الوطني بيكون قرار غير ميثاقي مكون أساسي سياسي أم طائفي؟ لا عم نحكي مكون طائفي بشكل أساسي لأنه بالنتيجة نحنا لابد أن نعترف إنه نحنا في نظام طائفي ومهما حاولنا نجمل هذا النظام فهو أبشع نظام ممكن إنه الواحد يعيش في ظله في ظل هذا الطائفي البغيضة واللي عم تحول دون تقدم النظام السياسي في لبنين ودون الانتقال إلى الدولة المدنية فمن هون نحنا نقول عادة رئيس نبي بيري كان يقول دايما إنه أنا لا أدعو إلى جلسة ما فيها نقص لأي مكون أساسي بالبلد يعني لغياب أي طائفي هذه رح يرجع لحضرتك حضرتك أي تماما يعني اليوم الغياب أو عدم مشاركة أو نسبة المشاركة ضئيلة من المكون السني بس ليش ليش حسامتوا الأمر؟ بس ليش حسامتوا الأمر؟ اليوم في مرشحين كتير بس العتب اليوم وقت اللي حضرتك بتقول بتتحدث عن تفلط في الترشيحات العشوائية لدى الطائفة السنية وافتقاد العدد الأكبر من المرشحين إلى الحيثية الشعبية والخبرة العملية في العمل السياسي فضلا عن المواصفات الاجتماعية والثقافية والمهنية بكل احترام أستاذ صلاح أليس هذا الكلام معيب بحق المرشحين؟ ألا يضرب مبدأ الديمقراطية والمساوات بين المواطنين في لبنان؟ لا نحن اليوم عم بتعطي نحن اليوم إذا ما شارك هذا الطرف بالانتخابات خلاص مش ضروري بقى نعمل الانتخابات وما حدا بيمثل الساحة السنية ونحن نعرف قديش الساحة السنية فيها رجالات وفيها ناس شوف ما خلالنا نحكي لأمور كما هي ما لشي اليوم الطائفة السنية أنا بديار صراحتك مثل ما هي طائفة السنية طائفة ولدي فيها قدرات فيها طاقات فيها أمكانيات وفيها نخب وفيها يعني المعروفين يعني اليوم أهل السنة والجماعة من أهل المدن وعندهم مستوى معين بالثقافي والاقتصادي والاجتماعي والعيد ولكن نحن اليوم نتطلع بلائحة المرشحين ما احترامنا كل الناس قل قليل جدا التي تتوفر فيها مواصفات التنشي تغريد الى استاذ محمد بركات كمان بنا نعقب عليها بها ايضا قبل تماما يعني اليوم بغياب المواصفات المطلوبة لأي مرشح يتعطى العمل السياسي أو يمثل هذه الطائفي انت اليوم عم تقول انه خليونا ناخد مهبة وذب ما تيسرها من أمامنا ونعمل انتخابات لا عادة ما هيك بتصير خاصة عند الطائفي السنية ما كانت هيك بتصير الأمور بتمرق بغربية الأول والثاني والثالث مين بغربية؟ وبعدين كانت القيادات السياسية والروحية تسير على الغربة دي اليوم عم تكتب دولة مدنية تجعب كلها القيادات السياسية؟ نحن نحكي وقعنا اليوم الدولة المدنية طموحنا بس انت بنا نصلى نحن أولادنا وأحفادنا ما بعرف ولكن عم نحكي وقعنا اليوم غبطة البطراك لما احتزمت معركة رئيس الجمهورية جمع كل المرشحين على طاولة واحدة وقالوا نتطفقوا فيما بينكم ما هيك؟ اللي جمعون المرجع الروحي مش قيادة السياسية بس احنا بنطلع من هذه بنطلع لما نصير عنا نظام الدولة المدنية انت طالما عندك هذا النظام الطائفي للأسف انت مشبور تتعاطى بهذا المعايير والمقاييس الطائفي حتى يكون اجرينا على الأرض ورأسنا عكتفنا حتى ما نحلم مثل ما يحلموا بعض الشباب اليوم بالثورة سبعة عشرين انه دورنا ننطق لدولة المدنية لدولة المواطنة ونلغي كل شي وما بدنا رئي جمهورية وما بدنا مجلس وما بدنا حكومة هذا الحكي وان بصير يعني بدنا نمشي بالتغيير خطوة خطوة حتى نقدر نوصل الهدف اللي بدنا ايه منشوف التغريدة اذا بتريدوه الاستاذ محمد بركات بيقول بتغريدة الهجوم على وضاح الصادق بهذا الشكل المذهبي والعنصري الدنيء يعني انه على حق وهو مدني وليبرالي وبيروتي حقيقي تحية لوضاح الصادق البيروتي لان بيروت ليست مذهبا بعتزر مش عم بعيدة شوى ولا طائفة وليست حكرا على من يصلون عفوا وعلى من ليسوا ملتزمين دينيا بيروت لكل الناس كانت وستطبقة برجع بعتزر مرة تانية بلا لكن الصورة شوي بعيدة عني تعليقك كلام انتخابي يعني هذا في حملة على احد المرشحين عم بدافع عنه عم بدافع عنه كلام انتخابي مش ما معه حق في هذا الكلام اكيد بيروت لكل الناس بنتيش لاحدا لاستطيع ان يدعي الاحتقار التمثيل البيروتي او الانتماء لبيروت بيروت هي عاصمة الوطن وبالتالي قلبها مفتوح وهذه صدرة مفتوح لكل الناس يعني كل الابنانية كتبت بمقارك يوم الاثنين بافتتاحية صحيفة اليواء تحت عنوان بيروت تناديكم تحدثت فيه عن واقع مدينة بيروت الانتخابية وعن تخبطات واختلافات بين الايادات في الساحة يلي كانت مفروضة تكون موحدة صحيح شو بتقصد بهذه الاختلافات بالواقع يعني كنا الفريق السيدي بالذات كما كنا عم نحكي قبل شوي كنا متوقعين ان يكون في لاحة واحدة قوية تمثل الفريق السيدي للاسف وانه بازلنا جهودا جبارة في هذا الاتجاه ولكن لأسباب يعني شخصية احيانا او حسابات انتخابية انا بسميها بسيطة حتى ما اقول سخيفي باخر لحظة اوجدت هذه المحاولات واجدت هذه الجهود نحن اليوم اذا بديكم في لائحة فيها لنقول الجماعة الاسلامية ومجموعة مستقلين ولائحة اخرى فيها كمان مستقلين واثنين واثنين برئاسة الوزير السيبي خالد ابني واثنين سيادة يعتبروا لائحتين سيادية تانية بهمتياز وبدوا يتنافسوا بشكل اساسي بواجه لائحة الاحباش اللي هني من فريق الممانعة ولائحة حزب الله وحركة امل واللوايح الاخرى نقول نحن هالفريق السيادة تشرزموا اصباته ولائحتين عم يتنافسوا على نفس الصوت وهذا اللي كنا نحن نجنبه لانه مفروض انه كانت تبقى القوى السيادية على الاقل في بيروت بمركز قوي حتى تحافظ على تمثيلها لبيروت وعلى مكانتها في بيروت اليوم هذا التمثيل وهذه المكانة بخطر يروح لفريقة من اقدار لفريق الممانعة برأيك فيه غياب للمرجعية الروحية السنية للاسف وانا ذكرها بالمعال صحيح انا عم بقتبس من مقالت حضرتك اليوم دار الفضل شو بدا تعمل اكتر طلع المفتي زار رئيس الحكومة واكدوا سويا على ضرورة المشاركة بالانتخابات رئيس حزب الكتائب اللبنانية زار المفتي ضغر غداة الاعلان عن العزوف واكد على ضرورة مشاركة الطائف السنية بهذا الاستحقاق يعني عند المفتي كمان شو مفروض يعمل المفتي اكتر نحنا كنا متوقعين من سماحة المفتي الجمهوري ان يبادر جمع قيادات الطائفة وفعاليتها من مختلف المناطق اللبنانية لتدارس الامر ووضع خطة للعمل في سواء لفترة الانتخابات او لفترة ما بعد الانتخابات طالما ان الرئيس عبد الحريري الذي كان يعتبر الزعيم الاقوى او الطرف الاقوى في الطائفة عزف عن المشاركة الانتخابية والسياسية واحدث فراغا صادما يعني بتوقيته وبمنهجيته لانه لم يكتفي بعزفه شخصيا بل طلبا من كيدات تيار المستقبل ومناصرية ونواب القتلة المستقبل ان يحظو حزوه هو من طلب او هناك من طلب حتى من رؤساء السابقين انا بحكي هو ماذقة ما معرف من طلب اخرين يعني اللي هو قاله بكلمة الوداع اللي قاله انه هو اطلب من المناصرين واعضا قطة التيار المستقبل وكل هذا ان يلتزموا بهذا القرار هذا معنته انه اليوم في الطائفة في حالة انعدية موازنة ليه لانه التقلي اللي كان يمسله سعاد الحريري معاد موجود صار في عنا خلل هذا الخلل كان من المفترض ان حسب خبرتنا بالسنوات الماضي كلها منذ سماحت مفتي ايام مفتي الشيخ حسن خالد ان يبادر الى جمع شمن الطائفي والتدارس بالوضع والتكليف نوع من لجنة قيادة جماعية لجنة معينة تساعد رأساء الحكومات السابقين على ادارة شؤون الانتخابات في هذه الفترة الحرجية ولكن للأسف كمان انه رؤساء الحكومات السابقين عزفوا عن الترشيح وعزفوا عن تعاطي الانتخاب بشكل مباشر باستثناء الرئيس فؤاد سانيورا وهذا كمان يعني خلق مزيدا من الفراغ على الساحة السنية تقول حضرتك ان انسحاب طيار المستقبل وعدم تدخل دار الفتوى اتاح للمتسللين دخول الحلبة الانتخابية مين بتقصد بالمتسللين؟ يعني الناس بعيدين عن اجواء الطائفة سنة من اهل سنة والجماعة ولكن بعيدين عن اجواء الطائفة السياسية يعني اليوم نحنا ليش اليوم الطائفة السنية محكومة بخيار معي؟ لا طائفة السنية تاريخية طائفة السنية معروفة تاريخيا طائفة وطنية بالدرجة الأولى وما عندها لا تعصب ولا عندها تطرف ولا عندها بالعكس طائفة الاعتدال والحوار بشكل دائم طائفة السنية طائفة عروبية ملتزمة بالانتماء لبنان العربي والطائفة السنية طائفة مفتحة على الأديان والحضارات والثقافات الأخرى وبالتالي نحن ما بدنا الناس متطرفين او ناس لا يفقهون من موضع الطائفة السنية شيئا ويتنطحوا اذا المتطرفين هم المتسللين متطرفين او غير قادر ايمن هو غير قادر على تمثيل الطائفة بهذه الابعاد الوطنية والقومية والحضارية نعم يعني الرئيس السنيورة حيوى للم شمل الساحة السنية كما قال هو ووقف بوجه الرئيس الحريري اليوم بما قالتك كمان عم بتقول حضرتك حالة المواقف المتباعدة من مسألة الانتخابات بين الرئيس السنيورة وفريق مقرب من الرئيس الحريري الى تعرض مساعد توافق على لائحة واحدة قوية في بيروت لنيران صديقة اذا فريق الحريري داعم لليحة هناك ليحة مدعومة من فريق الحريري وهناك ليحة مدعومة من الرئيس السنيورة يعني الرئيس الحريري مش مظبوط غيب كليا عن الساحة هيدا حسب طولة خلينا نحكي لأمور كما هي تفضل بدون نروح لا بدنا نستنتج ولا بدنا نبصر لا ننظفها انا عم باخد حرفيا تماما اللي عم بصير انه بعد من يمثل الرئيس الحريري في بيروت عم يتطرف كأنه في كيديه سياسي مع الرئيس فؤاد السنيورة هل هذا بتعليمات مباشرة من الرئيس سعد الحريري او اجتهادا من هذا الفريق بالذات انا يعني بدي اقول انه قد يكون اجتهادا من هذا الفريق لانه اليوم اللي عم يعملوا رئيس النورة مش عم يعملوا لنفسه ولي شخصه ولا عم يعملوا من باب انه وراثة زعامة الرئيس العريري عم يعمل هالشي محاولة لمرء الفرار الذي احدثوا غياب ديار المستقبل عن السياحة السياسية وعن السياحة الانتخابية كان من المفترض بفريق الرئيس سعد الحريري المتواجدين على الارض في بيروت ان يبادروا الى التعاون مع هذه الجهود لانه الهدف انه حفظ مكانك وتمثيل الطائفة نقيا وبما كان يعمل له الرئيس سعد الحريري من اهداف وهي اللي كنا عم نحكي عنها الاعتدال والعوار والانتماء العروبي والانفتاح على ثقافات الاخرى وعلى الديانات الاخرى هذا الشغل يكتير مهمني اللي شفنا انه هذا الفريق راح صار بدي شارزم مت ما كنا عم قبل شوية الكوة السياديه والكوة الاعتدال في بيروت واصر على ان يكون هناك لائحة ثانية مش لائحة واحدة وهيدا سبب انا بقول من احد الاسباب الذي سيضعف الجبهة السياديه في انتخابات بيروت طيب ليش هالتصرف من الرئيس الحريري واصراره رغم انه يعني اللي عندهن خبرة قبله كله نصحوه بهذا الموضوع واليوم متى ما حضرتك عم تتفضل انه عم بيحاولوا من تحت لتحت يضلوا لقطين الخط السيادي اذا يعني قدرنا عبرنا بشكل صحيح ليش هالتصرف من الرئيس الحريري؟ ليش هالخوف؟ ليش هالابتعاد؟ ليش هالاصرار على عدم الدخول بالانتخابات وترك السيحة؟ وشو رح يؤدي هذا الموضوع؟ انا ما بدي اقول انه رئيس الحريري شخصيا وراء هذا التصرف لكن انا بقول في الفريق القاعد على الارض هون عم يشتهد ويتصرف من عنده اكتر يعني وبالتالي يعني هذا الفريق اللي اصلا يعني هول على الارض الذين لا يتعطونا بشي اسمه استراتيجيات سياسية يتعطوا باللي اليوميات السياسية يعني اللي ما شايفين الصوان بتوصل متى هيك تصرف غير مسؤول انه ما ممكن يوصل في ظل هذه الظروف وللأسف انه بكل بساطة انه شرزموا الاصوات ما المستفيد من هذا التشارزم؟ انا بقول اللوايح الاخرى الغير سيادي يعني خلينا نسميها يعني لويح حزب الله وحركة امل وليحة الاحباش من جهة حتى بقيت اللوايح الاخرى ليحة مخزومة مستفيدة من هذا الوضع ليحة مخزومة ليست بسيادية؟ ليحة مخزومة ليس بالخط اللي أنا عم بقص ذو 14 أدار ليحة مخزومة ولكن اخذ موقف متطرفة فايت على الخط على الموقف هذا جديد لم يكن طرفا ب 14 أدار لم يكن عدت طيار احد طيارات 14 أدار ولم يقطع اخطأ؟ لا انا بقول 14 أدار يعني هلا بدنا نحكمهم ضيعوا فرصة تاريخية ضيعوا فرصة تاريخية لن تتكرر بسهولة للأسف انه الحسابات الشخصية والحزبية والفئوية لعبت دورة وفرقتهم بهذا الشكل البشع في عين انه فريق 8 أدار ما زال متماسكا وما زال يراعي ظروف أطرافه وبيحملوا بعضهم نحن للأسف 14 أدار ما قدروا حملوا بعضهم وبالتالي يوصلوا استسلموا استضموا فيما بينهم وبالآخر استسلموا مجرد ما تفرقوا مجرد ما تفرقوا ضعفوا يعني اليوم يأكل الخروف الأذى عندما يأكل الخروف الأسود معايك مجرد ما تفرقوا وبعدت بينهم المواقف والمصالح صاروا يأخذوهم بالمفرق للأسف يعني يأخذوهم بالمفرق اليوم أنا بقول يعني كيف ممكن حزب التائب أو قوة لبنانية ما يكون عندهم حليف مسلم كيف تيار المستقبل بما يمثل على الصحة السنية ما يكون عندهم حليف مسيحي ما بتصير يعني ما بتركب حضرتك تسلم بأنه يلي فرضته السيحة خلال الفترة السابقة هو يلي لازم يضال ما أنك مآمن أنه ممكن يكون فيه إيادات جديدة ممكن يكون فيه تغيير وهيدا الشي كيف بده ينعكس إذا نحنا ما آمننا بالتغيير على تغيير حالنا والوضع الذي نحنا عايشين فيه نحن طلاب تغيير وجاهدون للتغيير ولكن أنا عم شوف هل مقاومات التغيير متوافرة أو لا؟ ما بدنا أحلم بغط النظر أسواحة بده يسعى أكيد وعم نسعى ودايما عن نحن بأوساط على المستوى الوطني حتى على المستوى العروبي دعاة تغيير وحتى مع أخواننا العرب عم نحكي دايما أنه بدنا نشجع الخيادات الشابي بدنا نعمل تغيير هذه الكيادات استهلقت استنفدت وهذه الكيادات شاركت المنظومة السياسية بكل المبيقات التي ارتكبتها وبالتالي نحن بحاجة للتغيير بس عم نجي حتى اليوم السفرات الأجنبية الأمريكية والفرنسية والسفرات الأوروبية كانوا بمرحل من المراحل أكثر حماسا للانتخابات لأنه كانوا مراهنين عن التغيير لما شاهدوا هذا التشرزم بأوساط القوى الثورة سباطعي تشرين صدموا وفوجئوا يعني هلأ صار ممكن تعملي تأجيل الانتخابات؟ ما بقول أنا ما بقول في ناس عم تطلب صارت أنا ما بقول ممكن ولكن أنا عم بقول أنه في ناس اليوم الانتخابات عندها مش أولوية شايفة أنه ما قادر تحقق طموحاتها وأمالها وأهدافها هؤلاء الأولاد اللي بدنا نتغيير الناس نزلت على الشارع حتى بالنسبة للخارج ورهنين على القوى الثورة وعى الشباب وعلى جمعيات الأنجلو واللي دعموهم بكل الترق ما هيك؟ واللي دعموهم بكل الترق لأنه شافوا أنه كل الرهنات اللي كانت سابقا وللأسف معادة موجودة أضف إلى ذلك إنه سابقاة تشرين ومتلاقتها ودعمها واستمراريتها كانت مدعومة من إدارة ترامب ديفيد هيل وشنكين يعني كانوا جماعة سفرات صحيحة؟ صحيحة الخبر ما اليوم بحدي السفرات شعرات ما كلهم جماعة سفرات يعني بها البلد ما نحكي بي بي شيس وملا بيعتبروا بعض الناس محظور كل الناس بتاعات السفرات أنا عم بحكي إنه اليوم تغير الإدارة الأمريكية تغير الحماس الأمريكي بدعم الثورة لبنان والتغيير في لبنان لذلك لبنان اليوم هل ما زال يحتل الاهتمام الذي كان يحتله أيام إدارة الرئيس ترامب؟ لا أكيد لا المتغيرات الإدارة والعقلية والنظر اختلفين ثانيا الأحداث اللي عم تصير بالمنطقة لبنان ما عاد أولوية ما عاد فيه واجهة الأحداث الصدارة شو راح يكون لبنان للمرحلة الأدمية؟ بالنسبة للخارج يعني راح يتم المساوم عليه بموضوع فيينا باتفاق فيينا بي المحادثات العربية الإسرائيلية اللي عم بتصير لبنان بندن على طاولة التسويات الإقليمية وليس الحلول وبالتالي هو ساحة لتصفية الحسابات وليس هو طرفاً يصنع الحلول أو يشارك في صناعة الحلول بدأ يجي الحل ويفرض على لبنان تصفية الحسابات لا لأي مرحلة ممكن نوصل من موضوع تصفية الحسابات نحن ممكن لدينا حرب تغيير نظام نحن اليوم في مرحلة صراع بين محورين بالمنطقة المحور العربي والمحور الإيراني والله أنا لا أرى هذا أنا أرى أحباب ما هيك وحبين بعض برا إلا عنا في لبنان عم تخينها لا لا حتى الأمور عم تتغير شوي شوي ولكن أساس المشكلة الحرب اليوم سابع سنين بين مين ومين يعني اليوم حتى بين اليمنين أنفسهم أكيد لا ما هيك وبالتالي هلأ هزلت صراع بين المحورين العربي والإيراني بدأ يتقرر مصيره في مرحلة التسوي بعد توقيع اتفاق النووي الإيراني المحادثات السعودية الإيرانية اللي بدأت والتي يعني ماشي ببطء حاليا بانتظار ما ستصفر عليه المنفاوضات فيينا بالنتيجة المنفاوضات بين الحسيين والحكومة اليمنية الشرعية في الرياض بدأت من يومين ونتائجها مش متوقعة تظهر قبل أن تظهر نتائج التوقيع على اتفاق فيينا ولكن مجرد علينا الهدنة هذا مؤشر من قبل الطرفين نحن ناخد فرصة لنرى ما سيحدث بالوضع التسويق الإقليمي الشامل في المنطقة اليوم لأول مرة من سبع سنين بيعلم أن التفاوض وقف عملياته العسكرية الحسيين بيعلم أنه هدنة رمضان هدنة رمضان في بحث بفتح مطار سنعاء وارف الحصار عن مطار سنعاء يعني هناك مؤشرات إيجابية تظهر قليل 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 ولكن للأسف نحن اليوم لا نستفيد من هذه الإيجابيات بعدنا نحن ملهيين بعضنا في سراعاتنا الداخلية بدنا نشوف غادا عنه شو بدنا تعلم بالرياض سليمي الرئيس ميشيل عنه هني عميباهو العالم في مين عم بيقصده والحكم والحكم بتزيته ما عم يعمل شي هزي الحكومة شو عم تعمل يعني شو عم لتلاحظنا رئيس الجمهوري بدي عم الرئيس بيجي بدي عم الرئيس بيجي بدي عم الرئيس عن الناس اللي اللي رايحة أموالها باللبنوكي وتركيين المصارف والدولة تصرف ما بدأ هذه النقطة حضرتك أثرتها طب كيف هاي هالنقطة هاي يعني كيف يعني بأي منطق انه أنا الضحية عم تجي تفرض علي أحكامك وتاري قد تجلد يتصرف منت ما بده وتدعمه وتعطيه كل التسلات يعني فيه شي مش طبيعي سيد صلاح بس حضرتك هلأ بالتوصيف ياللي وهلأ آخر شي مرقنا عليه وكأنه لبنان ذاهب حكما إلى الخضن الإيراني أكتر وأكتر هذا أسنتاجك يعني شوي هاي الكراءة السياسية يعني إذا الانتخابات ما صارت هلأ وإجلناها هلا بعدين يعني إذا هلأ وخيفانين من أكترية لحزب الله بعدين شو رح يصير شوف كله بيخخادع للتسوي لما كنا نحنا لما صارت اتفاق الطائف كان لبنان في مكان آخر طقلنا إلى وضع كتير مختلف مظبوط بينا تحت الوصائي السوري كل هالفترة ولكن تم وضع نهاية للحرب والعنف والخراج وبدأنا مرحلة الإعمال نحنا اليوم سواء كنا في الجهة العربية أو بقية جهة أخرى بفروض لبنانيا يكون في عنا حد أدنى من التوافق على شيء اسمه حماية بلدنا نحنا اليوم إذا ما حمينا بيتنا ما حدا حيتبرع يحميلنا إيه هو نحنا بدماغنا من أن نحمي بيتنا ما حدا حيجي يضحي من شأنك متل ما كان يصير بالأيام السابقة يبعط لك جيش ويبعط لك قوة سلام يبعط لك ما معرفته لمين عم بتوصل هالرسالة لكل الأطراف اللبنانية لكل الأخوة خاصة لحزب الله لأنه أنا بعتبر أنه سبب الأزمة حزب الله وباب الحل عند حزب الله ليش باب الحل عند حزب الله لأنه هو الذي تسبب في هذه المشكلة مع الأشقاء الخليجية والعربيسة بسياسيته والخطاب السياسي الذي تبناه الأمين العام للحزب سيد حسن صلى الله في الفترة الأخيرة معيك إذا مفروض الحزب يأخذ هو خطوات من شأنه اشتعاب هذه الأزمة وإفساح المجال ليعادة فتح باب الحوار والعلاقات الطبيعية مع الأشقاء الخليجية والحزب يدرك أكثر من غيره أنه بدون الدول الخليجية لبنان لن تقوم له قائمة ولن يستطيع أن يخرج من هذا المأذر الاقتصادي والمال والحزب يعرف أكثر من غيره أنه لولا الدول الخليجية لم يتم إعادة أعمار تموز 2006 والحزب يعرف أكثر من غيره وأنه المكعرية السعودية ودول الخليجية ساهموا في عادة أعمار الضحية والسعودية بالذاتة ساهمت في عادة أعمار وترميم 223 قرية في الجنوب من أصل 230 قرية وبالتالي اليوم نحن إذا بدنا بكرة نبلش التنقيب عن النفط ونلزم التنقيب عن النفط واستخراج النفط بدنا سبع سنين لنبلش ناكل من النفط سبع سنين شو بكون صار فينا بهالوضع الإفليسي شو رح تعكس تسوية الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان الخط الحدودي بترسيم الحدود على النفط شو رح تعكس على الساحة اللبنانية لوين رح توصل هل رح يصير في تسوية بهذا الموضوع رئيس الجمهوري رح يستفيد منه هو والوزير جبران باسيل شوف العهد على نهايته يعني خلينا نقول معلش شهرين ثلاثة بس الأمريكان والإسرائيلية كمان مستعجين أكثر من نهاية العهد مستعجين لأنه إسرائيل ملزمين عمليات التنقيب في هذه الحكول والباخرة ستوصل في خلال شهر وبدأت نقب عرواء فبدأت تأمن الباخرة لن الشركة الملتزمة لن تبدأ التنقيب إذا لم يكن في اتفاق مع لبنان لفاديا لأي مشكلة مع اشتباك بين لبنان وإسرائيل من خلال حزب الله وبالتالي أن اليوم هذا الاتفاق إذا بد يصير يجب أن يكون الاتفاق لمصلحة البلد أولا وأخيرا ما فينا اليوم نجي نقوم حتى النفط بنا نجي نوزعه طائفيا ومناطقيا وفي قويا انت يا تيار الوطني خود هالبير وانت خود هالبير وحركة أمل وحزب الله يعني حتى بوين نحن نتيجي ما رح يصير في تسوية بهذا الموضوع في حدا رح يستفيد ولا ما رح يستفيده اللي بيستفيد البلد وبيحاولي وظفها الرئيس ميشيل عون لمصلحته ولكن اليوم بكون اللي دره بره واللي هره بره واليوم العهد انتهى بحكم المنتهي عمليا شهرين ثلاثة أربع ما ننشي مفروض نحن نكون انتخبنا رئيس قبل شهرين من انتهي انتهي ولاية الرئيس الحالي وشايفين طريق الرئيسي عمام النايب جبران بسيه مقفلة يعني إلا انت اذا شايف لك شي شي محل اختراق بهالبلد كل شي وارد طيب انا اخر اخر سؤال حبيب اسألك بما انه حضرتك خلال هالحلقة استنتجنا قديش مصر على الوجود على بقاء الحريري السياسي والنشاط وكل ما يمثله الرئيس الحريري وطيار المستقبل ليش حضرتك الحريري السياسي بالذات وانا افرق بين الحرير الحريري السياسي وطيار المستقبل ليش ترشح حضرت الايصار رسالة انه بيروت تقول لا للتسوي السياسي التي اقتت بالرئيس ميشيل عون رئيسا ولا لقانون الانتخابات الفقوي والهجين اللي بنا تجي سلب الناس حقها الديمقراطي نحن معاودين ننتخب من كل اللوايح بدائرتنا نختار أربع خمس مرشحين من كل لاحة مش نختار مرشح واحد ونلتزم بلاحة واحدة متل ما هي سواء يعجبونا ولا ما يعجبونا عادة ديمقراطية خلينا نروح زيان للصوت الفردي أحسن وان من وان شو وان فوت بضل بوقتها كانت بتحمل هلأ ما بتحمل موضوع الترشح لا أنا كان هدفي بس يصار رسيد على المشاة هدفي النيابي أنا بدي بنهاية هالفقرة بدي أشكرك مشكور كثير على حضورك لستوديو